القضية الفلسطينية الآن أصبحت في أيامنا الأخيرة منذ شهرين أو ثلاثة أشهر أصبحت هي المحور الذي يدور حواليه كل اهتمام العالم بصفة عامة وليس فقط اهتمام المملكة العربية السعودية ما قامت به منظمة حماس من هجوم على إسرائيل والطريقة التي استطاعت أن تغزو الحصن الحصين التي وضعته إسرائيل حول منطقة غزة أدى إلى تداعيات كبيرة جدا منها أولا قبل كل شيء هو تحطيم الصورة التي كانت لدى الكثير من الناس في العالم عن أن إسرائيل هي المانع المنيع ضد أي قوة ممكن أن تنافسها أو تجاريها أو تتحداها في المنطقة ثانيا أن القضية الفلسطينية حية ولم تمت كما أداء البعض خلال السنوات الماضية أن فلسطين هذا شيء منسي ليس للعرب اهتمام به ولا حتى للفلسطينيين اهتمام به ولا قدر لهم أن يجعلوا شيء يغير هذه الصورة فهذه النتيجتين التي أتت بها هذه الحادثة التي حصلت منذ ثلاثة شهور أيقظت العالم إلى ليس فقط أن هناك قضية فلسطينية ولكن أيضا أن هناك ابطهاد وهناك ظلم وهناك ضيم يمارس ضد هذا الشعب من قبل محتل يشبه الاحتلالات الاستعمارية في القرن التاسع عشر التي كانت تمارسها دول أوروبا في مناطق مختلفة من العالم كان في آسيا ولا في أفريقيا ولا في أمريكا اللاتينية